بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله معكم اسلام في فيديو جديد لأهم نشر اشتركوا في القناة وتعرض قدرات اقوى مقاتلات الجيش المصري نشرت مجموعة من الخبراء العسكريين في مصر مقطع فيديو يكشف عن اهم المقاتلات المتواجدة لدى قوات الجوية المصرية وقدراتها العسكرية وتحدثت المجموعة 73 مؤرخين عن تصنيف المقاتلات بشكل عام وابرزها مقاتلات السيطرة الجوية والتي صممت في الاساس لاجتياح المجال الجوي للعدو والسيطرة على الاجواء الكاملة مثل مقاتلات سخوي 35 الروسية واشار الخبير العسكري ميناء عادل الى ان هناك نوعا اخر وهي طائرات متعددة المهام تقوم بكافة الادوار القتالية من خلال ضربات ارضية وجوية وسيطرة جوية واستطلاع وهجوم بحريين مثل مقاتلات رافالين وميراج 2000 وميج 29 الروسية وجميعها متواجدة لدى قوات الجوية المصرية وقال ان النوع الاخر هو مقاتلات قاذفة وهي طائرات قاذفة تستطيع قيم بعمليات الاشتباكة الجوية في الحالة الدفاعية اذا تعرضت لهجوم وتحدث الخبير عادل عن السلبيات المقاتلة قاذفة مشيلا الى انها تفتقر للقدرة على المداورة والتسليح بعيد المدى المصدر RT والمصدر الاساسي المجموعة 73 مؤرخين لان هما بيزعلوا لما ماقولش المصدر الاساسي مجموعة 73 مؤرخين طيب تعالوا لانتقل لخبر تاني وانقلته برضو صحيفة RT من المجموعة 73 مؤرخين وهو بعنوان الباحث عسكري يرصد اقوات الجوية التركية وسيناريو هجوم افتراضي على مصر نشرت المجموعة من الباحثين العسكريين في مصر سيناريو افتراضيا لهجوم المقاتلات التركية على مصر حيث رصدت عدد قوات الجوية التركية نظرا للتهديدات الحالية المتواجدة في البحر المتوسط واشار الباحث العسكري نينا عادل في وحدة الدراسات الامنية والعسكرية التابعة لمجموعة 73 مؤرخين الى ان مصر تواجه تهديدات في البحر المتوسط وسيناق قائلا التهديد من البحر يأتي من جانب تركيا لذلك علينا رصد قواتها الجوية في حالة وقوع معركة بين البلدين ونوها بان قوات الجوية التركية تمتلك 12 سربا لمقاتلات F-16 الامريكية متواجدة في 6 قواعد جوية ووضحا ان تركيا ستقوم باستخدام مقاتلات F-16 بلوك 40 وبلوك 50 في هذا الهجوم اذا حدث واشار الباحث العسكرية المصري الى ان تركيا ستستخدم ايضا قازفات F-4 فانتوم الملقبة بتريميني تور بعد ان قامت اسرائيل بتحدثها للاطراب عام 1995 وتحولها من قازفات جيل الثالث الى الجيل الرابع كما تحدث مينا عادل في الفيديو عن استخدام تركيا لطائرات التشويش والاستطلاع التي سوف تستخدمها في الهجوم والتي ستساعد بشكل كبير المقاتلات التركية F-16 على الاشتباك والهجوم المصدر RT لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشترافه في القناة ياريك تنزل تدعمنا بلايك واشترافه في القناة طيب تعالوا ننتقل للخبر الثاني وهو نكشف عن سبب تصريحات اردوغان مستمرة ضد مصر اكد عبد الرحمن صلاح اخر سفير مصري في تركيا ان استدعاء مصر للقائم بالاعمال التركي يهدف الى تقديم احتجاج حول تدخل الرئيس التركي اردوغان او قردوغان في شؤون مصر الداخلية واشر السفير عبد الرحمن صلاح في تصريحات من الارتي الى ان الاستدعاء تم على خلفية القبض على اشخاص يحملون الجنسية التركية يدعون للتظاهر في مصر ونوه بان تصريحات اردوغان حول وفاة مرسي ما هي الا محاولة للحفاظ على البقية الباقية من مؤيديه من الاسلاميين داخل المجتمع التركي موضحا ان اردوغان نصب نفسه خليفة للمسلمين واصبحت تعليقاته على كافة الدول وليس مصر فقط من جهاته قال الصحفية المصري المتخصص للشؤون التركية محمد حسن عامر ان الاسابيع الماضية حسب معلومات لديه كانت هناك محاولات لتهديئة التطورات بين مصر وتركيا وكان بالفعل هناك هدوء تم بين الطرفين وكانت مصر اكثر التزاما واضاف في تصريحات الارتي انه ككل مرة يحدث ذلك تتعصر التهديئة الدبلوماسية والاعلامية بتصريح يبدو استفزازية بحسب ما تراه الحكومة المصرية وهذا ما ظهر خلال قئيس قردغان أمام الجماعية العامة للأمم المتحدة ويرى عامر أن هذه التطورات تنسف بما لا يدع مجالا للشك محاولات التهديئة التي كانت قائمة وتعيد العلاقات بين أنقرة وقاهرة مرة أخرى إلى نقطة الصفر ولفت إلى أنه بطبيعة الحال الأحداث الداخلية سواء بالتركية أو في مصر عادة ما تنعكس على العلاقات بين البلدين وكانت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك قد وجهت بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري ردا على ما جاء في بيان الرئيسة التركية رجب طيب قردغان يوم أمس السلساء في افتتاح الضورة رقم 74 للجماعية العامة للأمم المتحدة من أحاديث مرتبطة بوفاة الرئيسة المصرية الأسبق محمد مورس المصدر RT وتقارير ناصر حاتم طيب تعالوا ننتقل للخبر التالي وهو البورصة المصرية في المنطقة الخضراء وبشرة صار للمصريين ارتفع المؤشر الرئيسي البورصة في مصر الإسنين الماضي بعد تراجعه لثماني جلسات متتالية حيث صعد في مستهل التعاملات بأكثر من واحد بالمئة بدعم من المشتريات الأجانب والعرب وصعد المؤشر الرئيسي للسوق المصرية بحلول الساعة التاسعة بتوقيت جرينيتش بنسبة واحد واثنين من عشرة بالمئة إلى 13827 واربعة من عشرة نقطة وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة تريوي لتداول الأوراق المالية أخيرا التقطت السوق أنفاسها بعد وصول أغلب الأسهم لمستويات دعم أصبحت جاذبة في ظل غياب الأخبار السلبية من جهتي قال إبراهيم النمر قطف الأوراق المالية ما يحدث مجرد استراحة من النزول للالتقاط الأنفاس بعد ثلاثة جلسات من الهبوط المبرح ونحو ثماني جلسات من التراجع المتتالي وأضاف لقد واصلة السوق التصحيح حتى مستوى 13500 نقطة لكن الأهم عندما تعاود الضغوط البيعية الظهور من جديد ألا تصل الأسهم لأدنى المستويات السعرية التي سجلتها في جلسة أمس وارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 74% وبالن هيلز بنسبة 16% والسويدي إلكتريك وسوديك بنسبة 2.9% لكل منهما فيما ارتفع سهم حديد عيس بنسبة 2.2% وفي وقت سابق قارى رئيس الوزراء المصريين مصطفى مدبولي إن بلادي ستطرح حصة من شركات حكومية بالبرصة خلال السنة المالية الحالية حتى 2020 لتشجيع القطاع القاس والمواطنين على الاستثمار المصدر وكالات والرئيس السيسي يترأس اجتماعا سياسيا أمنيا لمناقشة الأوضاع في مصر اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أعضاء الحكومة المصرية بينهم رئيس مجلس ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام رادي أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات في مقدمتها مستجدات الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر حيث وجه السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لمناحقة العناصر الإرهابية وتكفيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار وشدد السيسي على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه واقف وراءه بكل قوة وحسم وأن الشعب المصري يعي تماما حجم التحديات التي تواجهها البلاد وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك على الصعيد الجنائي إلى جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة تأكيد استمرارها حتى القضاء عليها كما وجه السيسي بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكسيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتجديد المحاسبة والمسائلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق التأثير عليها المصدر ومصر تدعو إلى محاسبة الداعمين للإرهاب ودعت مصر إلى محاسبة الداعمين للإرهاب في سوريا وذلك خلال مشاركة مندو بها الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا يوم 30 سبتمبر الماضي وأكد بيان الوفد المصري على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سوريا وتفادي الإنسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها وشدد على اتخاذ إجراءات ضد أطراف الحكومات التي تستمر في دعم تلك التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا وتوفر لها الغطاء السياسي مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حاليا إلى خارج سوريا هذا وقدم وفد مصر خلال الجلسة التهنئة إلى الشعب السوري على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشجيل اللجنة الدستورية السورية وأعرب عن الأمل في أن يمثل ذلك نقطة فارقة في وقت معاناة الشعب السوري والتوصل إلى تسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم لحل الأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها المصدر أرتي جينا لنهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو أعجب حضراتكم لا تنسوش تدعمونا بلايك واشتراف القناة وأحبكم جدا لو أحب تعلاقكم وأراكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة